موسيقى موسيقى حول الجدل المتصاعد أخيرا بشأن القومية اليمنية في مواجهة المشروع الإمامي العنصري سيكون نقاشنا لهذه الليلة من فضاء حر أهلا بكم موسيقى خلال الأيام الماضية تصاعد الجدل بخصوص قضية طار ما بقيت محورا لنقاش طويل وإن لم يكن معلنا كما هو الآن يدور هذا الجدل حول سؤال ما هو الشكل المطلوب لمواجهة جائحة الحوثية وكيف يمكن التعامل مع ارتداداتها الاجتماعية والسياسية دعوات اتجهت نحو تجريم الهاشمية باعتبارها جذر المشكلة اليمنية وما محاولات التغافل عن هذه المشكلة إلا جزءا من عملية واسعة تسعى للتغطية عليها وإبقائها كمشكلة تاريخية ستظهر في كل مرحلة يحاول فيها اليمنيون الانتقال بمشروعهم الوطني خطوة إلى الأمام يرى هذا التيار أن الحوثية ما هي إلا الوجه الحقيقي لفكرة الهاشمية وما الهاشمية إن لم تكن الحوثية يقول هؤلاء وبالتالي فإن الفصل بين الهاشمية كفكرة وبين الحوثية كتعبير سياسي مسلح عنها لن يعالج المشكلة اليمنية بقدر ما يشير إلى عجز واضح في فهم المشكلة اليمنية وتحديد آليات معالجاتها وعلى الطرف الآخر يرى البعض أن وجهة النظر هذه ليست سوى عنصرية مقابلة لعنصرية المشروع الحوثي وبالتالي فإنها بحد ذاتها مشكلة ستغرقنا في متوالية لا تنتهي من الانتقامات العنصرية التي لا نحتاجها يرى أنصار هذا التيار أيضا أن مواجهة الحوثية يجب أن يتنسجم مع روح المشروع الوطني الممتد العقود والذي يسعى لإقامة الدولة اليمنية الحديثة القائمة على مبدأي العدالة والمساواة وأن تحول مشروع مواجهة الحوثية إلى عملية انتقامية ضد فئة واحدة لا تستثني حتى منهم ضد الحوثية ومع الشرعية من أبناء هذه الفئة يتنافى مع طبيعة نضال اليمنيين وحتى مع فكرة مقاومة الحوثية ذاتها للنقاش حول هذا الموضوع وهذا الجدل سيكون معنا من تعز الكاتب والصحفي وسام محمد ومن باريس سيكون معنا الباحث القانوني فؤاد عامر أرحب بكما ضيفي الكريمين وأدعوكما للإجابة على سؤال مشترك والبداية معك سيد فؤاد الحوثية أم الهاشمية أين تكم المشكلة؟ نعم طبعا الأزمة الهوية هي تظهر بالوقت لآخر بحسب نوع التهديدات يعني عندما تمر أي أمة من الأمم بتحولات مربكة وتحدث انشقاطات ومشترات مجتمعية في الذات الفردية والجماعية في المجتمع عندما تشعر الذات الفردية والجماعية بأن هناك تهديد لممتلكاتها الرمضية ولتيانها ولهويتها يكون العودة إلى شكل من أشكال الهوية الوطنية الجامعة التي تعتبر مظلة لكمية المكونات الوطنية أرى بسعر طبيعي وهذا التهديد قد يأتي سواء من الخارج على شكل سعر أو عن سعر من الداخل بشكل من أشكال الاستداد والرفض للمكونات لبقية المكونات الوطنية وهذا ما هو موجود الآن حاليا في الحالة اليمنية اليمنى الآن في وضعها الحالي نلاحظ أن هناك تشبب كبير جدا في الحالة اليمنية هناك أزمة هوية عميقة تعانيها الأمة اليمنية التي كانت تاريخي الأمة واحدة حتى وإن كانت عدة دول لكن في الأخير كان هناك أحتفظت بالإسم الواحد جغرافيتها تاريخها كان هناك نوع من الانتجام كان هناك من الشعور بأن هناك أمة أمنية واحدة اليوم هناك في الجنوب أو في من يريد أن يعني بعصر هذا الإخساس بمشكلة الهوية المنية بسبب ممارسات استدادية بسبب الإغاء هناك هويات مازون وطنية تتشكل في الجنوب في حضر موت نعم فؤاد سنصل إلى هذا النقاش فؤاد لكن كان سؤالي حول التهديد الحقيقي هل يتوقف عند الهاشمية أم الحوثية الآن هذه القومية التي ظهرت ما هو المهدد الحقيقي لها؟ القومية التي ظهرت نعم القومية التي ظهرت الآن نحن نقول بأن التيار القومي الجمني في هذه اللحظة الفارق ما بينه وبين مقارنة بقية القوى السياسية بما في حكومة الشرعية والحزاب للأزمة الوطنية أنهم ينظرون إلى المسألة الوطنية الآن كأزمة انقلاب فقط في بعدها السياسي لكن المشكلة هي أعمق من ذلك التيار القومي اليمني طيب هي أعمق من ذلك فؤاد هي أعمق هل المشكلة العميقة هذه تتمثل في الهاشمية أم الحوثية؟ تتمثل في الهاشمية نحن الحركة الآن أريد أسمحيني فقط أن أكون هذه الفكرة الحركة القومية اليومية التي ظهرت الآن فيها هي إنتداد لألف ألواتين أو ألف أربع مئة عام من مواجهات هذا الفكر السورياني الصائفي الذي أخرج اليمن من دائرة الفعل الحضاري المشهود كانت اليمن متاهنة في تدارة كانت اليمن حلقة وطن هذا هو نقاشنا سيكون خلال الحلقة فؤاد إذن يرى فؤاد بأن المشكلة الحقيقة تتمثل في الهاشمية كفكر يتمثل فيه المشكلة اليمنية ماذا بالنسبة لك وسام؟ بالنسبة لي الأزمة تتمثل في أزمة شاملة تمر فيها المنطقة العربية برمتها وعندما أندلعت ثورات الربيع العربي أواخر العام 2010 اتداء من تونس ثم مطلع العام 2011 في اليمن وسوريا ومصر قبل ذلك ثم ليبيا ثم كده أن تشتعذ الثورة في كل بلدان العربية عكست هذه الثورات الترابط القذري الذي أصبحت عليه المنطقة العربية برمتها لذلك الأزمة لم تعد تخص قطر بعينه بقدر ما هي تعبير عن أزمات هذه الأقطار التي فشلت فيها الدولة الوطنية بالنسبة للهاشمية والحوثية نحن نعرف أن كل البناء المتخلفة والتي ظلت محتفظة بقدر من فاعليتها خلال العقود الماضية تم إنعاشها بفعل سياسات سلطوية من قبل الأنظمة التي خرجت الثورات تطالب بإسقاطها وإلى جانب هناك الثقافة السياسية المشوهة التي لم تسعف الثورات في المضي قدما وإيجاد مخرج حقيقي لهذه الشعوب التي لم تعد تطيق العيش تحت وطأة الظروف المختلفة وتحت كل أشكال التهديدات والتدخلات الخارجية والإقليمية لكن ويسام نحن نتحدث عن مشكلة اليمنية تحديداً ولها خصوصية ربما عن بقايا عن المشهد الإقليمي والمشهد العربي خاصة دول الربيع العربي تحديداً هذا ما أريد أن ألفت إليه الانتباه بمعنى هناك يوم إغفال لمسألة أن هذه الأحداث التي نعيشها اليوم هي ترتبت على أحداث ثورة 2011 وثورة 2011 هي قز من ثورات عمة المنطقة العربية برمتها اليوم لا يمكننا إغفال الحوثية دون النظر إلى دور إيران في المنطقة والذي أصبح يتلاعب بكل الأشكال الطائفية الشيعية بينما مثلاً الإمارات اليوم في القنوب أخذت تنعش الجماعات السلفية المشكلة لكن هنا وسام هل يمكن الفصل هنا بين الحركة الحوثية وبين الفكر أو التنظيم الهاشمي بشكل عام كحاضن وكمصدر رئيسي فكري واجتماعي وسياسي للحركة الحوثية بالنسبة للهاشمية السياسية أو ما يقال عنها كذلك نحن نعرف أن الثورة 26 سبتمبر قامت ضد سلطة الإمامة والتي كانت تقول أنها تملك الحق الإلهي في حكم اليمنيين ما حدث بعد ذلك هو أن الإمام سقط وبقت أركان دولة الإمامة صحيح حصلت ثورة عارمة في بعض القوانب بمعنى حصل اليمنيين على فرص التعليم وخرقوا إلى العاصر وخرقوا لكن بقت الهيمنة لنفس الثقافة التي كانت سايدة أثناء دولة الإمامة وخصوصا فيما يتعلق بالمؤسسات نحن نعرف أنه لليوم لا يزال التمثيل في السلطات العلية للدولة لا يزال قائم على مسائل مناطقية ومسائل اجتماعية ليس لها علاقة من المواطن المتساوية بمعنى ستجدين في أعلى هرم السلطة ممثلين على أبناء اتهامة معدودين لكن بنفس الوقت أبناء اتهامة يعيشون خارق العاصر ويعيشون ظروف اقتصادية مزرية ولهذا فشلت الدولة الوطنية وعندما فشلت الدولة الوطنية في إيجاد وطن للجميع وفي إدماج اليمنيين كشعب واحد بقت الهاشمية محتفظة من فعليتها ليست الهاشمية كلها ولكن بعض الأقطاب التي ظلت محتفظة بوهم السلالة وبوهم الاستفاءة الإلهية نعم وعليه وسام هذا يؤكد بأن الدولة والجمهورية وإنجاز الجمهورية لم يخلص اليمنيون من المشكلة مشكلة الإمامة وهذا ربما ما يراه تيار القومية القديدة الذي تشكل مؤخرا أنه ينظر إلى المشكلة أنها أعمق من موضوع الحوثية وأنه ممتد منذ ما بعد الجمهورية إذن فؤاد أنتم تنطلقون أنت والتيار الذي تمثله من فكرة أن العلاج الأمثل لحل المشكلة اليمنية يتمثل بتجريم الهاشمية كنزعة عنصرية ما هي مبرراتكم في هذا الطرح؟ نعم، اسم الحديث جاءت بالاختلاف مع أصر حظيثك الكريم حينما قد بأن ما يحصل الآن من دور المسألة سيارة الحياة للهوائية اليمنية وسيارة الطوبي اليمنية ومرضبت بالأحدث ما فيه جرس خلال حتى القربي العربية على الولاية على الولاية جاءت من بعض فكرة الربيع العربي يا عزيزي نحن إذا استعمار احتلال هذه الفكرة استعلائية هذه الفكرة تتعالى على الأرض اليمنية تتعالى على إنسانها للبلد منذ 1275 سنة منذ أن دخلت السلالة هذه إلى دخل الأرض اليمنية لذلك المجابعة يجب أن تكون مواجهة فكرية لا يجب أن تكون مواجهة ثقافية لا يجب أن تكون مواجهة في التعليم في وزير الإعلام هذه ثورات الرجع العربي لم تأتي إلا هي كانت فقط يعني هي كانت تاشفة وليست ملشئة للمشكلة بمعنى أنها تشفت هذه التشوهات الموجودة لما يتعلق بأزمة طلاوية لدينا ولكنها نسأتها كانت سابقة لهذا كثير الحركة القوية اليمنية هي حركة امتدادية هي حركة امتدادية لعبها للعنس رمزاً قومياً للمنية الذي رفض توريد الزكاة الذي رفض توريد الزكاة وقال أن فقراء اليمن هو لا حق لهم نعم فؤاد هو تحدث ويسام كان يتحدث عن مشكلة عدم تشكل الدولة الوطنية الحركة امتدادية لسعيد المبحث هي الحركة امتداد لثورة 26 تستمبر نحن لم نأتي بشيء الجديد لحط المعضة طيب العودة إلى السؤال مسألة تقريم الهاشمية كنزعاء عنصرية موجودة في البلد كيف يمكن أن تستندون عليه والهاشمية يعني مساحة كبيرة وسياق كبير تندرق داخله بعض الأعضاء والمكونات المشاركة في مقاومة الانقلاب وأيضا هم جزء أيضا أصيل ما الشرعية هذا هو جزء من الأختار بيننا وبترقات المعالجة بين المعالجة التي يكترح في السير القوم اليمني وبين المعالجة التي مثلا تقوم بحط المد الشرعي وبقية الأحزاب للأزمة الوطنية نحن نرى أن مخرجات الحوار الوطني ليس لما تكون كافية ومتدد الدستور أن تكون كافية استيعاب المسألة واستيعاب عم قزمة الهوية اليمنية لذلك نحن نقول أن المعالجة لا بد أن تتعدى بسألة فقط اعتبارها وتصريفها فقط كأي اختلاف لذلك لا بد في الدستور القادم أن يكون هناك جزء من الدستور وهذا ما لم يتم أخذها في العسبان في مؤتمر الحروطين ومصدد الدستور هناك ما يسمى بالجزء الثالث من الدستور الذي لا يقبل التغيير هذا الجزء يجب أن احصل على مضموعة من المواد التي يتم من خلالها معالجة إشكاليتنا إشكاليتنا المزمنة مع الاستبجاد ومع السلالية ومع العنصرية ومع الطائفين من جميع الأطراف لذلك نحن نقترح برزء من مطارب الحركة القويم الإيمانية أن يتم تجريم الهاشلية السياسية في الدستور في مادة فابتة تسمى الإنترنتيكولوز في الآخر في الزفقة الدستوري الحديث لا يتم تجريمها كما تم تجريم المازية التي فعالت على البقية تشكرونت على الداخل ألمانيا إذن ضرورة ضرورة اختراع وإنشاء التشريعات تقرم الهاشمية كفكرة عنصرية لا تقل سوءا عن النازية فؤاد طيب وثامي أيضا أنت والتيارة الذي تمثله وحديثكم عن أن المشكلة مقرد انقلاب على الدولة ألا يعتبر أيضا تبسيطا للفكرة وإخلالا بالمشهد السياسي في البرد باعتبار أن الحوثية كما تعرف ما هي إلا تعبير عن الهاشمية التي تتحدث عن حق الإلهي في الحكم وفي السلطة وهذا ما قاله ربما عبد الميك الحوثي في خطاباته السؤال ليسام سأعود إليك ما قاله عبد الميك الحوثي في خطاباته قبل الانقلاب ولا زال يعني كيف يمكن القفز على هذه الفكرة طبعا سنعود سنعود إلى الأزمان الغابرة ومن هناك سنبدأ في دفن أنفسنا حتى ننتقل إلى العصر هذه السردية أو الأزمة التي تعيشها المنطقة أو التي دخلت فيها اليمن وعلى فكرة من قبل ثورة فبراير وهذه الآن ما يحدث اليوم على البشهد هو قز من تعبيرات الأزمة التي نعيشها هل يمكن لأصحاب القومية اليمنية أن يخبرونا لماذا الحوثية تمكرت من إسقاط صنعا وإسقاط البلد وحصل كل ما حصل ليس لديهم إجابة السؤال لك الآن وسام لماذا أسقط أصلا الحوثي العاصمة صنعا والدولة تحت أي عنوان بالطب هناك عنوان كثيرة نحن قلنا أن البنى المتخلفة البنى المتخلفة ظلت محتفظة بكامل فعاليتها ولو على مستوى بسيط وتحظى برعاية دولية ورعاية أجهزة مخابرات وتفعيل بعد أن تم أن قامت الثورة وهتزت أركان سلطة علي عبدالله صالح كان من الطبيعي أن يخرج كل عفن التاريخ إلى السطح لكي يطالب لكي يطالب الزمن القديد الذي حملته ثورة فبراير بالتعامل مع هذه التقيحات من أجل الانتقال للمستقبل اليوم أصبح لدينا تقيح قديد وهو يتمثل بالقومية اليمنية لأنهم أصبحوا يعودون إلى الماضي وليس لديهم فكرة الانتقال إلى المستقبل بالنسبة للحوثية لو نعود إلى الوراء كانت تبار عن جماعة معزولة في مديريتين بمحافظة صعدة بينما كثير من الهاشمين كانوا قد أصبحوا مندمجين في الدولة وفي الأحزاب السياسية وحتى أن كثير منهم لم يكن لديه هذه الأوهام كيف تم تفعيل هذه الجماعة؟ هناك أولا شغل ممنهج من قبل أجهزة المخابرات هناك شغل إقليمي قامت به إيران هناك شغل ساذق وغبي تمثل في سياسة السلطة التي جاءت عقب ثورة فبراير هذه السلطة لم تستطع أن تطمن المجتمع في شمال الشمال وتمنحه أمل بأن القادم سيكون أجمل لهذا تم استغلال حكاية الأقاليم والدولة الاتحادية بأنها ضد مجتمع شمال الشمال وبأنها ضد القبائل وبأنها ضد الزيود وأنها ستقصيهم من السلطة وستخرجهم من المشهد ونحن نعرف أن هذه المراتب كلها لها حضور في الدولة خلال العقود السابقة كانت قد توطنت بأكثر من شكل سواء عبر الآليات الفاسدة أو الآليات التي يمكن التساوح معها بالمقمل أسام يمكن أن أفهم كلامك بأن الحوثية أنت ترى هي صنيعة أدوات الدولة النظام السابق تحديدا تتحدث وصنيعة المخابرات وليست نتيقة طبيعية للفكر الهاشمي ما رأيك فؤاد؟ المثال الآن ستقدد منذ 1250 سنة لم تكن هناك مخابرة دولية ولا تجيو أمريكية من هذه النظرية المعامرة كان قبل 1250 يوم قام يحررسي وبفكر السلالي والعنسوي ويوم أن كان موجود مشوار الحميري ويوم أن كان موجود عبهل العنسي ويوم أن كان موجود المطارس الذين يعترضوا على فكرة الإجناعية المسألة فقافية عميقة وليست فقط ثم عندما يقوم بايفك أن صلاة العوداء الماضية من عكس يرى القوم الإيمانية قدم حتى الآن تطور لفكرة دولة دولة متقدمة بشكل كبير جدا على جميع ما هو مطلح بالساعة فكرة أنه لازم أن تكون من ضمن هذه المواد ثابتة بالدستورة أن تكون جمهورية أن تكون دولة ألمانية أن تكون دولة اتحادية أن تكون ديمقراطية أن تحدث قطيعة مع موضوع الإستبداد السياسي والديني هذه أفكار لم تتجرع بأس حتى معظم الأحزاب السياسية اللي موجودة معها لكن دعينا دعينا أمشي معاك فيما يقول تعالي تعالي تشد السياسي بمني عشان نقول بس إنه تيارة القومية هو أعمى من أنه مشكلة سياسية تعالي تشد الأحزاب الموجودة عن الساعة إنه سيارة قومية عرب وإنه سيارة إسلامية سيارة القومية العرب في حزب البأس اليمن هي مجرد قطر بالنسبة لها فرعا يمن في القومية القومية العربية وفي محرز الناصر هي القومية العربية لا نقومونهم لكن نقول القومية العربية التي تسترجع لها السيارة الناصر هي جاء أن تعود إلى القومية يمنية فكرة البأس القومية العربية أن تعود فكرة البأس القومية فكرة الدولة القومية الحديثة الآن نحن نعصر أسر الدولة القومية القطرية الحديثة دعونا هذه الشعارات والعناء بالكبيرة عروبة وإسلام نعم نحن نعتذ العروبة والإسلام يغوث لكوينة من أصيلة لكن لجب أن لا تمحي شخصيتنا بأصيلة نحن عمرنا حتى الآن من حضارة وإبتلاع مدين استمر حتى الآن منذ خمسة ألف عام طيب فؤاد فكرة القومية بالأساس هي دائما تقوم على أو تفترض دائما وجود عدو يتهدد وجود هذه القومية من هو العدو التاريخي لهذه القومية ليس صحيحا ليس صحيحا ليس صحيحا عندما تدخلين الموطوع البريطانية مباشرة تتكتبينها كم تري أمامها بين قوصي تتكتبينها بمعنى فكرة الدورة القومية عندما تدخلينها في موقع جد شغيله الألماني عندما يجي استعراءة نعم لكن الفكر القومي بسيد فؤاد بسيد فؤاد الفكر القومي دائما يفترض عدو تاريخي يتربص بهذه الهوية لا 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 يفترض القومية هي شكل متشدد من الوطنية إذن أنت تتحدث عن الهوية الوطنية لا تتحدث عن قومية فؤاد دعيني أطلال الفكرة دعيني أطلال الفكرة فقط يعني الوطنية هي شعور هي رومانسية هي عالم هي نشيط وطني هي هذا الشعور بالإنتماء للبلد وهي شيء جيد وطيب لكن في حالة عندما تتعرض البلد إلى تهديد نحن الآن نحن نحن تهديد موجودة بلدنا يتملط منها الأفكار والمشاريع السياسية الموجودة إذن أننا تقول أننا اليمن والقاعدة تطالب بالخلافة أو تطالب بالولاية مشاريع تربطها بالعروبة الفاشلة التي لم تتحدث عن الوحدة بين مصر وثوريا كانت فكرة العروبة هذه السياسة القومية العربية التي ترتبطت يعني بدستاتورية عسكرية فكرة الدولة الخلافة فرعا البغدادي في داخل اليمن هذه كلها المشاريع كل الطيارات السياسية إلى الآن لم تستطع أن تقلط طيار وطني حقيقي طوي يقوم على تقوير مظهوم الهوية اليمنيا مظهوم الأمة اليمنيا والواحدة ومن ثم حرقة دولة قومية المعبر عنهم نحن بحاجة إلى هذا نحن نستطيع من العالم نحن اليوم في الوقت الحالي تعلمنا نشاهد ما يحصل الآن في داخل أوروبا في داخل ألمانيا في داخل فرنسا عندما تعرضت للتحديد نلاحظنا الآن كما هو الآن الحال موجود يعني الذين قاموا بالتفجير أتمنى تحصل جنسية منهم عندما يتم منح الجنسية لأي واحد أجنبيه يتم وضعه يعني يتم منح يعتبر التوقيع على شخص على ميثاق يسمى ميثاق الإمام بالقيم الدولة الحديثة يقول هذا شكل من أشكال الانتماء والعودة إلى الهوية والقومية لأنه لدى كثير الحاجات الرومانسية لا تكفيش فقط الشعور بالشعور بهذا الانتماء الوطني لا بد أن ترتبط بانتزام لا بد أن يكون هذا الشخص أن كل إنسان اليمن لمن يحترمها لمن يحبها لكن لازم أن يكون اليمنين وكلهم يد واحدة ضد أي شخص ضد أي استعمار يقوم يقوم بالتعالي على هذا الانتكار وبالتعالي على هذا الشاب على أرضها نعم طيب إذن يعني أترك لك التعليق أسام على ما طرح الأسد فؤاد ولكن أيضا لا بد من التعليق على كلامك السابق في إجابتك السابق التي لم تكتمل أنت كنت تحدثت بأن الحوثية أيضا حركة وليدة وصنيعة المخابرات والنظام السابق وأنه كان هناك أيضا جزء من الهاشمين جزء من الدولة وانخرطوا في مؤسسات الدولة لكن الواقع يقول العكس يعني الأغلبية المطلقة تقريبا من الجماعة الهاشمية انضموا والتحقوا بعد ذلك بالحركة الحوثية العنصرية وظهروا إما هذه المواقف بشكل واضح وصريح أو بشكل موارب وذهبوا لمحاولة إنقاذ هذه الجماعة عبر أدوات مدنية وعبر أدوات الدولة وعبر أدوات مؤسسة مجتمع مدني وحقوقي كما نرى ونشاهد في مختلف المحافل المحلية والدولية أنا لا أقول أن الحوثية هي صنعة المخابرات مئة بالمئة أو الحوثية هي صناعة الظروف وصناعة الأوهام وثم تأتي بعد ذلك الشغل الاستخباري وشغل الاستقطابات نحن نعرف أن المنظوين في جماعة الحوثي ليس فقط هاشميين ولكن معظمهم من أبناء القبائل الفقراء الذين تم تحشيدهم واستغلال مستوى وعيهم واستغلال قهلهم وتحشيدهم إلى المعارك ربما الهاشمين الذين يتم الحديث عنهم ربما لا يتواقدون في أرض المعركة لديهم مشاريعهم ولديهم استثماراتهم التي فتحتها الحرب لكن من يقاتلون هم أبناء القبائل الوسطى والذين تم الزق بهم واستثمار وعيهم وقهلهم وفقرهم الأصحاب القومية اليمنية كيف سيتسأل كيف سيتمكنون من توحيد اليمنيين خلف مشروع واحد وهم لا يمتلكون تحليل حقيقي للوضع الذي نمر به هذا الوضع نتيجة أزمة ثورية وأزمة شملة كل المستويات ما هي مآخذك ما هي مآخذك على هذا الطرح ورسام سأعود سأعود الحوثية لو لم تجد بيئة مناسبة للانتشار والانقضاء على الدولة وعلى مكتسبات اليمنيين على تواضعها لما استطاعت أن تتقدم خطوة واحدة لكن هناك بيئة كانت قد وفرت لهم كل الأسباب وكل السبل لكي ينتشروا ويهيمنوا ولكي يعودوا للبقاحة ويعلنوا عن أوهامهم وعن الولاية وعن هذه الأشياء التي كانوا كان كثيرين يخجلون منها عندما ناتي عندما ناتي ونفهم طبيعة المشكلة نحن بالتأكيد سنبحث عن طريقة أفضل لإعادة لملمة صفوفنا وإعادة ومواقهة هذه الجماعة بشكل أفضل وبما ينقلنا إلى العصر الآن أصحاب القومية مثلا إشكاليتهم الوحيدة عبد الملك الحوثي لأنه هاشمي ولأن الهاشمية عمرها 1400 سنة كما يقولون طيب الإسلام عمره 1400 سنة والإسلام حق حق الجميع وليس حق عبد الملك الحوثي هل نتخلى عن الإسلام ونعود يمليين حميريين وكلام فاضي اليمن اليوم لا يمكن لها أن تخرج من أزمتها ومن مشاكلها سوى عبر الأفق العروبي والأفق الإنساني مشكلتنا ليست خاصة بيننا وحدنا وبالنسبة الجماعات الهاشمية والجماعات الشيعية لأن الجماعات الهاشمية هذا مصطلح فيضفاض ويشمل ناس خارج هذا لكن هناك جماعات شيعية طائفية أصبحت تقاهر بأوهامها هذه الجماعات تشكل أحد الأعداء الذين يقفون أمام انتصار انتصار الثورة اليوم لا معنى لا معنى لأي فرز إذا لم يأخذ باعتباره مسألة قوهرية الفرز الحقيقي هو القائم على هل أنت مع الثورة أم ضدها وما هي رؤيتك من أجل الانتصار للثورة والانتصار لأحلام اليمنيين هذا واحد الشيء الثاني نحن نعرف أن اليمن هي جز من تاريخ المنطقة العربية اليمنين انتشروا بكل مكان واليمنين هم كما يقال أصل العروبة ولذلك لا داعي أن نعود إلى مسألة عرقية لمواقهات عرقية أو أوهام أخرى لننتبه لمسألة مهمة الحوثي عندما أستقطب الناس كان يستخدم حتى مع أوهامه الكثيرة كان يستخدم حس فيه نوع من دغدقة المشاعر ولا حسس عند الناس مثلا في حكاية عمران عندما أسقط عمران دخل عمران وقال أنه سيسقط مراكز النفوذ ونحن نعرف كيف أن الاحتقان الشعبي كان قد بلغ ذروته ضد هذه المراكز التي صادرت الجمهورية والتي حاولت أن تركب موقع الثورة ثم بعد ذلك قال أنه سيدخل لإسقاط القرعة يعني استخدم عناوين شعبية وعناوين اجتماعية واقتصادية لكي يوسع من قاعدته القماهيرية ولكي يسهل مهمته في الاستيلاء على الدولة لم يقاهر أن الحكم حق إلهي وأنه حقه من البداية بينما أصحاب القومية يريدون أن يقيموا حدود بين قطاعات واسعة من اليمنيين وتمترسات لا معنى لها سوى أنها ستخدم هذه الجماعة التي ندعي أننا نحاربها اليوم نعم نعم من استقرارهم وتطلعاتهم وأيضا هذا من جهة ومن جهة أخرى أيضا هو يخدم الطرف الآخر يظهرهم كجماعة تتعرض لحالة من الخطاب الذي يدعو لتصفيتهم على أساس عرق وربما هم أيضا يستطيعوا الاستفادة من هذه الجزئية ألا تتخوفوا من هذا الطرح نعم أحبنا أعلق بداية على مسألة الإسلام العربة الإسلام العربة هو حوية إنسانية مفتوحة وممتدة من التاريخ القديم إلى اليوم الإسلام هو ديننا لكن نحن نرفض نسخة الإسلام التي جاء بها هذا الحوثي والتي يستغلها اليوم في أحاديث البخاري ومتلك من تكليف ولايته نحن نرفض هذا الشيء نحن 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 الآن مع المشاكل المرتبطة بداعس مع المشاكل ومرتبطة بالحيث على هاشمية سياسية في كل مكان هناك مرد سعر ومحاولة مجامها في كرية تدقية الدول في الأزهر أنس من بركة العربية السعودية أنشاء لجنة ومجمع بمراجعة الأحاديث أحاديث البخاري ومثلين وهذه جرأة كبيرة جدا لأنها سببت مشاكل سببت إرهاب ونحن ندين إرهابنا الخاص عن طريق هذه الجماعة وعن طريق الجماعات الأخرى لذلك السيارة القومية الأمريكية كان من أوائل هذه الجماعات من أوائل السيارة الأمريكية التي يتصدق بشجاعة لمسألة عادة السرافة الجيل الإسلامي بما يتناسب مع خدمة هويتنا الوطنية عندما يقول ضيفة الكريم بأن يريد أن يقتزل الهوية القومية في بعدها العروض ثقاف لا ليس من حقك أن تلغي ثلاثة ألف سنة من تاريخ وتخصية الحضارية الأوروبا في أول مخوش تبصر على مصرات العرب تبصر أول ملادي وأول خط عربي ظهر في القرن السابع الملادي طيب فؤاد كيف يمكن أن نرقع لهذه الهوية طيب فؤاد ممكن تشرفنا أن يلغي شخصيتنا التاريخية طيب فؤاد فقط ممكن تلخص لنا فكرة القومية أي هوية تريدو اليمنين أن يعودوا إليها بالضبط الهوية هي هوية إنسانية مفتوحة لا تلغي شخصيتنا القديمة شخصيتنا السبائية الحميرية القديمة التي تاهمت بشكل كبير في العالم وكانت يعني تاهمت في نهوب العالم وكانت محل إشراء العطاء الحضاري لليمنيين كان مقتصرا ومتركزا فقط يعني بشكل أساسي في الفترة التي سبقت الإسلام ما قبل الدولة الحديثة فؤاد تتحدث شطرت الأمة اليمنية إلى مصطين زيدي وشافعي شيعة وصلة نحن نريد أن نلغ نعيد هذا المطلوب المطلوب الأومية اليمنية نريد أن نعيد نعيد فكرة القومية اليمنية كأمة واحدة كانت موجودة قبل الإسلام هذه الهوية التي ندها هوية مفتوحة على حقوق الإنسان على الديمقراطية ليست صحيحا ما تفضلتم به الآن فيما أن القومية لها بعد عرصي لا القومية صحيح يعني القومية وأسمحي بهذا الصفح يعني ظهرت أو بداية ترسمع عن عهدت الثانية في القرب السادس والسادس والسادس لكن يعني ستتصنع بعض المشاكل لكنها هي من عشاء الدورة القومية الحديثة حصل لها مشاكل عندما حصل لها تبعات جسيمة الحرب العالمية الثانية لفكات الهاتفاشيات لكن فيما بعد الحرب العالمية الثانية عن طريق الدساطير والمفكرين والفناسفة في كل العالم وفي داخل أوروبا عادت عرض مظهومة القوية القومية لكي لا يسمن فكرة العرض إنما الثقاطة الجغرافية الرغبة في العلش المشترك الثقاطة من أنتم من عرف نفسه في يمني أهلاً وسهلاً من عرّد أن يعرف نفسه نعم لكن هذا هذا ليس طبق مع الخطاب الذي نسمعه فؤاد أين كان هذا السق سواء كان هاشمي أو غير هاشمي يجب أن تفهموا هذه المسألة فكرة القومية هي انتباع على عناصر فقاطية وعناصر الجغرافية والتاريخ المشترك طيب يبدو أن هناك فهم بالنسبة لكم حول فكرة القومية طيب وسام أنتم تتحدثوا عن أن ما يسمى القومية اليمنية يعد خروجاً على أسس المشروع الوطني مع غياب أساساً المشروع الوطني بديل سواء على صعيد الأحزاب السياسية وكل المكونات الموجودة في الساحة لماذا إذن تستكثرون على جماعة أن تنتفض لمواقهة مشروع عنصري فعلاً وقائم على هذا الأساس في البلد نحن لا نستعد ولكن ليكون واضحاً أن الوطنية اليمنية تمر بأزمة وأزمتها عميقة كما هي أزمة في كل الدول العربية وبالمناسبة هو يتحدث أن الهوية العربية ليست هي الهوية الأولى أولاً اعتراضنا من هذه الناحية هو أن كل الإشراقات في العصر الحديث التي بزغت ارتبطت أساساً بالعروبة سواء بعد نجحة حركات التحرر الوطني في طرد المستعمر من معظم الأقطار العربية أو في مطلع العام 2011 ورأينا كيف أن الهوية على فكرة الهوية ليست موضوع يتم التعبير عنه في الفيسبوك الهوية شيء عميق وقذري واليمنيين من أكثر الناس الذين يعتزون بهويتهم وبتاريخهم سواء قبل الإسلام أو بعده والهوية تعبر عن نفسها تلقائياً لذلك مثلاً كانت دعوات مشابهة في ثلاثينات واربعينات القرن الماضي في مصر تحاول أن تقول أن مصر لا علاقة لها بالعروبة وليست العربية وأن مصر فرعونية ونحن نعرف أي اعتزاز عند الشعب المصري بهويته وبتاريخه الفرعوني لكن مع ذلك عندما فرض الواقع نفسه رأينا كيف أن مصر توهقت عروبية ومدت توهقت إلى كل المنطقة العربية وعندما اندلعت ثورات الربيع العربي رأينا كيف أن الخيط الثوري امتد ليشمل معظم الدول العربية نعم لكن المشروع الوطني لكن ثورة الربيع العربي في اليمن على سبيل المثال لم تنقذ مشروعا وطنيا مشروع الدولة الوطنية المرتقبة سأعود إلى هذه الفقرة عندك مثلا في عام 2006 كانت ثورة تندلع في ايران ولم تلاقي استقابة في المنطقة العربية رغمنا الدول العربية كانت شعوبها تعيش تحت وطأة نفس الظروف التي دفعتها إلى القيام بثورة في مطلع العام 2011 هذه الثورات عادت تأكيد اللحمة العربية وأنه لا يمكن للدول القطرية على المستوى المنطقة العربية إيقاد مخرج لها إلا بوفق عروبي بالنسبة للثورة وكيف فشلت نحن نعرف أن هذه البنة المتخلفة التي تم رعايتها من قبل الدول الرسمالية تم نبش الروح فيها اليوم ليس معنا الحوثية فقط اليوم معنا داعش ونحن نعرف أن داعش حظيت بدعم أنظمة حكم كانت تواقه غليان شعبي كما هو الحل مع بشار الأسد مثلا ونحن نعرف أن صعود الهويات هذه الماقبة الوطنية هي أساسا مرتبطة باهتزاز أنظمة الحكم وسقوطها في ظل دول ليس فيها للتقاليد المؤسسية وجود راسخ لهذا من الطبيعية أن تتواقد ومن الطبيعية أصلا أن تتواقد حركة رجعية كالقومية اليمنية تعيد فرز الناس على أساس العرق نحن لا نريد أحدا أن يفرزنا على أساس العرق نحن نريد فرز حقيقي على أساس المصالح الاجتماعية والاقتصادية وعلى أساس خطاب وطني بمظامين اجتماعية واقتصادية وعلى أساس ديمقراطية يعطينا يعطينا الأمل للانتقال للمستقبل نعم إذن يقول معارض فكرة القومية أستاذ فؤاد ووسام واحد منهم وهو الآن يتحدث عن أن مشروعكم مشروع القومية هو خالي من أي يعني مشروع وطني سوى الفكرة العنصرية ضد الهاشمية ماذا لديكم غير مسألة التوقف العنصري تجاه الهاشمية هو يعني هو ظاهر تجاه الحركة الحيوثية وهذا حق في الأخير يجب أن نفرق بين شيئا يجب أن نفرق ما بين العنصرية ومقاومة العنصرية نحن نتموضع في الخانستاني نحن نقاوم من الخانستاني وبالتالي إذا كانوا نأكل من عقب فهو على الذي يمارس العنصرية يعني الراجل داعف عليك يأخذ سروات الدولة يقول أن رمى بمخرجات الحوار الوطنين الحائص طبعا لا أعترف بها فكرة الولاية فكرة أنا الحكم أنا الدولة والدولة أنا كيف تتعامل مع هذا كيف تحاول أن تقنعه يعني أنا أرفض نحن نرفض في تيارة القومية اليمانية أن يسير تسول حقوقها لكنه ليس وحده فؤاد وهو كان نحن على التفاع لا تسمحتم لحظة يا صديقتي لحظة يا عزيزي لحظة نحن لا نتسول نحن لن نتسول لن نتسول حقوقنا هناك سنعطي تعريفا من البلد تعريفا لقومية اليمانية ومن أراد أن يستدعها ويندد في طرحة الهنوية بعد حوارات كثيرة مع الناس من أراد أن يلتزم فيها ومن أراد أن يتعالف الإعوذ إذا كان يرى نفسه هاتفين سنعطي إلى مكة إلى شعب مكة وسنعطي حق المواصلات لكن أن يريد أن يتكبر علينا وأن يريد أن يطلب نضمياته الإيديولوجية الجينية في الولايات ويضرب مخرجة الحوار المطني ومع أجمعه عليه اليمنيون من خمسة آلاف عام من حوار ومن مصدد دستور فهذا أمر مرفوض نعم لكنه لم يكن وحده فؤاد في مسألة الإنقلاب على الدولة وعلى مخرجة الحوار الوطني كان معه يد بيد ورقل برقل كان معه المخلول صالح وأدوات السلطة التي كانت بيده لماذا يغيب المخلول ماذا عن غير الهاشميين الذين قوضوا الدولة فؤاد ماذا عن غير الهاشميين ماذا عن مخلوع صالح وأدوات السلطة التي استخدمها لتقويض الدولة لماذا يغيب في خطابكم تماما نحن مطالب في تيارة قومية اليمنية أن يتم حاسمة المخلوع باستعمة الخيانة العظمى يعني كل من ساهم في تقويض مؤسفة الدولة اليمنية في تقويضها ووصولنا إلى هذا الحال ندعو إلى أدانة انتقالية تقوم بمحاسمة رب محاسمة سياسية ومحاسمة الجنائية ويعادة ما لحدوه خلال الساعة الماضية في حق مطالح أو خلال هذه السنوات التي فادرت فيها الجماعة الحسنية في الزرارات الدولة نعم طيب إذن أسام تتحدثون عن خطورة هذا الطرح وهذا الخطاب الذي تقلى في أعلى صوره بهذا التكتل أو هذا التيار التيار القومية وربما هو تكتل انفعالي لحظي وهو رد فعل طبيعي ربما لما يحدث في الأرض بالمقابل وسام في حال يعني شيطنت هذه الفكرة أو الاستخفاف بها ما هي ضمانات عدم تكرار القرائم التي ترتكبها هذه الجماعة بين قوسين الهاشمية أو الحوثية والتي بعد خمسين عام من الجمهورية عادت من قديد تتدثر بنفس الغطاء وبنفس العناوين وتنكرت لكل القيام قيام الدولة والمواطنة والشراكة والتعايش والسلام كيف يمكن أن نأمن هذه الجماعة هي بالتعادة وستظل تعود طالما أن اليمنيين لا يزالون يتجاهلون معركتهم الأساسية والمصيرية والمثلة بإيجاد دولة مواطنة متساوية دولة يكون فيها الجميع متساوون في الحقوق وفي الواجبات وليس هناك أحدهم فوق أحد بالنسبة لحكاية القومية اليمنية وهي بالفعل حالة فعالية هي أحد المخاطر التي ممكن أن تلغم مستقبل اليمن ونحن رأينا ما الذي حدث في مارب قبل أيام عندما قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرين اليوم ليس علينا الإنجراف خلف الحماسة وخلف الظواهر الصوتية وتسليم بأنهم سيشكلون مخرج للبلد الأزمة عميقة وعلينا أن ندرسها بدقة وعلينا أن نناهض كل هذه الأصوات التي تريد حرف اليمنيين عن مسار معركتهم وتريد تزييف الوعي طيب ما هي الضمانات إذن ما هي الضمانات ويسام الضمانات هو أن يكون هناك مشروع وطني حقيقي يجمع غالبية لليمنيين على أساس مشترك نحن اليوم نعرف أن هناك مشاكل في الدنوب وفي الشمال وهناك نزعات بداية عادت للظهور هذه النزعات لا يمكن مقاومتها بنزعات مقابلة هذه النزعات يمكن مقاومتها فقط بمشروع وطني على أساس المشترك الاجتماعي على أساس المصالح الاجتماعية للناس الناس في شمال الشمال تريد دولة تضمن لها مصالحها الاقتصادية والاجتماعية تضمن لها تعليم تضمن لها صحة تضمن لها مستقبل لايق بأولادها الناس تعبت من الحروب وتعبت من الزوامل وتعب ورأينا كيف في 2011 هذه القبائل خرقت وألقت سلاحها وخرجت واندمجت في ساحات الحرية والتغيير في عموم المحافظات اليوم علينا أن لا نشيطن الناس جميعا علينا أن نشير إلى خصومنا بمن يواجهون بالسلاح ومن استولى الدولة ومن انقلبوا على الحكم أما إذا شيطننا طرف وتسامحنا مع طرف آخر لأن القومية اليمنية بهذا المفهوم الذي يروق له معناها أنها تخص أنها ضد الهاشمين فقط طيب وما دعم علي عبدالله صالح نعم وما دعم علي عبدالله صالح وما هذا السؤال سنتركه لحلقة قادمة وسام تهى وقت البرنامج أشكرك وسام وكنت معنا عبر الأقمر الصناعية من تعز كما كان أيضا معنا فؤاد عامر القانوني والباحث كان معنا من باريس أشكركم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة المتابعة في الختام تقبل وتحياتي وتحيات منتج البرنامج كمال حيدرة ألقاكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد في أمان الله اشتركوا في القناة